الجنس اللطيف يسجل أعلى النسب في الإصابة بالصداع والصداع النصفي نتيجة خلص إليها باحثون بريطانيون ونشرتها مجلة علم الأعصاب الأمريكية الأرقام الميدانية تشير إلى أن ألم الرأس يصيب ثلاث نساء مقابل رجل واحد وقد يكون الصداع حالة مزمنة أو مرضا وراثيا وفي بعض الحالات يتطور ليؤثر في القلب والأعصاب وبحسب الأطباء فإن المرضى يزداد عند السيدات في سن الشباب وبعد سن البلوق الصداع النصفي يصيب نحو 18% من النساء مقابل 6% من الرجال وهو شكل من أشكال الصداع لكنه أشد إيلاما ولأن المرأة تمر بتغيرات هرمونية عديدة من مرحلة المراهقة إلى سن اليأس فإن الباحثين يربطون بين تذبذب مستويات هرمون الأستروجين والصداع النصفي وتختلف مدة وشدة نوبة الصداع على اختلاف أنواعه من امرأة لأخرى ولا يوجد دواء يقضي نهائيا على الصداع النصفي لكنهم يشيرون إلى أنواع محددة من مسكنات الألم التي تخفف من أعراضه المزعجة